إذا منتبعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم جددا وفد كبير وهام من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة إلى المغرب اليوم كذلك رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة المغرب اليوم زيارات ماراتونية لوفود الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقومون بزيارات متتالية بشكل متسارع مع المغرب أو إلى المغرب ما يدفعنا لطرح التساؤلات التالية ماذا يحدث خلف الكواليس بين المغرب والمتحدة الأمريكية والأكيد على أن هذه الزيارات هي تمهد لربما لشيء إعلان تاريخي لربما لحدث مميز غد كما بين المغرب والمتحدة الأمريكية لربما لشيء يوازي الاعتراف الأمريكي المغربية السحراء لأن هذه الزيارات هي ليست من جهات التي لا يوجد قيمة بل من جهات التي تقوم بصنع القرار داخل الوطن المتحدة الأمريكية وهو الكونغرس الأمريكي بالحزبين وطبع هذه الحالة المؤخرة تحدثنا على تحرك الوطن المتحدة الأمريكية من أجل تدشين الرسمي للقنصرية في مدينة الداخلة في الأقليم الجنوبية المغربية ولربما الإعلان الرسمي قدر يكون في ذكرى المسيرة الخضراء المقبل في 6 نوفمبر طبع هذه الحالة تبقى فقط تنميحات ولكن سنرى ما هي إلا أيام قليلة وسنرى هذه المسألة سنقرر لكم نصر خبر المتابعين الكرام أو البيان الذي أصدرته إدارة الدفاع الوطني اليوم والتي استقبلت كذلك الوفد الكونغرس الأمريكي كذلك استقبلت رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي وهنا قد نفسه أحد القوص قبل أن ندخل في التفاصيل رئيس لجنة القوات المسلحة هذا اللي جاء المغرب الآن هو الذي خلف جيم إنهوف المقبور جيم إنهوف الذي كان يتلقى الأموال من نظام حضرات الجزائر داخل الكونغرس الأمريكي من أجل أن يروج للأطروحة الانفصالية لكن في نهاية المطاف جيم إنهوف خذت تقعود دياله وماشي بزاف باش مات وهذا رئيس لجنة القوات المسلحة اللي جاء المغرب هذه ثاني زيارة دياله إلى المغرب بعد الزيارة الأولى اللي قام بها إلى المغرب مباشرة بعد تعيينه في منصبه جاء إلى المغرب هذه الزيارة الثانية دياله إذن ندخلوا قراءة البيان ديال إدارة الدفاع الوطني والذي تقول تنفيذا للتعليمات المالكية السامية أفوا استقبل السيد عبدالطيف الودي الوزير المنسدى بردى الرئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين بمقر إدارة الدفاع الوطني وفدا من الكونغرس الأمريكي بحضور سفرية المتحدة الأمريكية بوني تلوار وكذلك مسؤولين بالسفارة الأمريكية بالرباط ويتكون هذا الوفد الذي يقوده السيد دوغ لامبورن رئيس لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي وكذلك أعضاء في لجان الخدمات المالية والإمدادات والشؤون الخارجية والميزانية والفلاحة والطاقة والتجارة وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن أعضاء الكونغرس الأمريكي أكدوا على تميز العلاقات والصداقة والتعاون التاريخية ما بين المغرب والمملكة عفوا ما بين المملكة المغربية والوطن المتحدة الأمريكية والذي تعززه شركتهم الاستراتيجية ومتعددة الأوجوه وتبادل الزيارات بين مسؤولي رفيعي المستوى في البلدين كما أشهدوا بالدور الهام الذي تطلع به المملكة تحت قيادة صاحب جلال الملك محمد السادس صلى الله في خدمة السلام والاستقرار بإفريقيا وبمنطقة المتوسط والشرق الأوسط باعتبارها صاحبة مبادرات ومشاريع للتنمية والرخاء المشارك لفائدة إفريقيا ونوه السيدة الوضيية بالزخمة الذي تعرفه العلاقات التعاون العسكري وتنفيذ خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع الموقعة في أكتوبر 2020 والتي تحدد المحاورة الكبرى للتعاون برسم الفترة 2020-2030 كما أبرز الطرفان بهذه المناسبة أفهم المستوى المتميز للتعاون بين القوات المسلحة الأمريكية والقوات المسلحة الملكية المغربية والذي تجسد على الخصوص في إجراء تمارين العسكرية لأسد الإفريقي بشكل منتظم والذي بلغ هذه السنة دولته العشرين بمشاركة أزيد من 7000 جندي ينتبونها لبلدان إفريقيا وعربية وأوروبية بالإضافة إلى الدولتين المنظمتين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وفي ختم هذا الاجتماع أشهد الوفدان بالدينامية دينامية هذا التعاون معربي عن الإرادة المشاركة لاستكشاف وتعزيز فرص جديدة لتعاون المالي والتقني من أجل تعزيز العمل المشارك بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية إذن هنا مجددا زيارة وفد مهم من الكونغرس الأمريكي للمغرب يلا هذه أيام قليلة كما هناك كذلك زيارة لوفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وكذلك وفد يمثل ما يسمى بمجموعات اتحاد المدن الأمريكية عمداء المدن الأمريكية لجو كذلك للأقالي من الجنوبية المغربية وقعوا اتفاقيات توأمة مع مدينتي العيون والداخل وهذه مسألة كذلك مسألة جد مهمة فيما يتعلق بالتعاون الأمريكي المغرب وأعتقد كما ذكرت منتبعين الكرام أن هذه الزيارة المتتالية التي تشوفها للوفود الأمريكية إلى المغرب من ورائها شيء لربما قريب جدا سنعرف كيف كان يتم التفاوض بشأنه كيف كان يتم الاستعداد والاشتغال عليه في العلاقات المغربية الأمريكية طبيعة الحال الطابع العسكري دائما حاضر المجال العسكري دائما حاضر في هذه العلاقات ونتحدث هنا ليس فقط عن اقتلاء الأسلحة وإنما كذلك صناعة العسكرية في المغرب تطوير الصناعة العسكرية في المغرب ومؤخرا كذلك سمعنا عن شركات أمريكية بدأت بالفعل في مشاريعها لفتح مصانع متخصصة في المجال العسكري هنا في المغرب ناهيكم على الاستثمارات سبقا لشركة بوينغ في المغرب يتعلق بمصانع أو بمصنع لصيانة منوحية الأباتشي الهسومية المغربية كذلك تصنيع قطع الغيار ديالها هنا في المغرب نفس الشيء بالنسبة الاستثمار ديالسابكا مثلا شركة سابكا البلجيكية مع لوكادمارت الأمريكية اللي غاديفتح مصنع هنا في المغرب لصيانة طائرات مقاتلات الـ F-16 المغربية وكذلك طائرات من تراث C-130 ولا ربما طائرات أخرى في المستقبل كل هذا التعاون ما بين المغرب والمتحدة الأمريكية وكيأشر على أن هناك شيء كبير غادي يكون إن شاء الله مفاجأة لربما كبيرة من الحجم التقليل ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ولا ربما في السنة نوفمبر ذكرى مسيرة الخضراء غادي نسمع عن التدشين الرسمي للقنصلية الأمريكية اللي هو طبيعة الحالة تحصيل حاصل لأن أصل القنصلية الأمريكية عند التواجد الإفتراضي لكن خلص الآن التواجد الفعلي التدشين ثم تعين القنصل وطبيعة الحال لك يعينوا القناصر والصفراء هم الكونغرس الكونغرس الأمريكي هو لك يعين طبيعة الحال يكون هناك اقتراح من طرف رئيس الدولة اللي هو الرئيس الأمريكي لكن كذلك خلص يتم الموافق عليه من طرف الكونغرس هذا كش علاش المغرب مركز بززاف على الزيارة الوفود للكونغرس لأنهم في نهاية المطاف وهما اللي كتحددوا التوجه ديال السياسة الخارجية ديال الألوات المتحدة الأمريكية تشيريكين حاليا متابعين الكلام غدا نوفقكم بالمزيد للتفاصيل في قدام الفيديوهات لا تدابوا بعيدا خليكم قرار من قناة الاسيوب أشوفكم في فيديوهات لاحق